بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة الإظهار الشفوي وتعريف الإظهار كما مر معنا في أحكام النون الساكنة والتنوين تعريفه لغة البيان والوضوح تقول ظهرت الشمس إذا بانت وظهر الحق إذا وضح وأما اصطلاحا فهو نفس التعريف الوارد في أحكام النون الساكنة والتنوين إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة وقد مر معنا بأكثر من موضع معنا إخراج كل حرف من مخرجه وأما الغنة كذلك فعرفناها وأنها صوت يخرج من الخيشوم إذن بالإظهار الشفوي نلفظ الحرفين واضحين بغير غنة أما حروف الإظهار الشفوي فهي ستة وعشرون حرفا وهي المتبقية من حروف الهجاء ما عذا الباء والميم كما مر معنا بأحكام الإخفاء الشفوي وإضغام المثلين أما أمثلته فالأمثلة فيه كثيرة ولنقتصر على بعضها منها قوله تعالى كنتم خير أمة فالميم في كنتم وبعدها الخاء إظهار شفوي وقوله تعالى أم لم تنذرهم وهنا أتانا ميمان الميم الأولى أم وبعدها اللام والميم الثانية لم وبعدها التاء وكلاهما إظهار شفوي كما نلفت أنظاركم إلى أن هذا الإظهار يقع في كلمة كما وقع في كلمتين كما في قوله تعالى أنعمت عليهم فالميم الساكنة وبعدها التاء في قوله أنعمت إظهار شفوي إذن هذا هو الإظهار الشفوي ونكتب ملاحظة متبقية على هذا النوع من الأحكام وهو عند الفاء والواو أشد إظهارا من غيرها مثل لهم فيها فالميم الساكنة هنا وبعدها الفاء أشد إظهارا وذلك لقرب المخرج وكذلك في قوله عليهم ولا فالميم الساكنة وبعدها الواو أشد إظهارا قال صاحب التحفة والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر